في فيديو اليوم هنتكلم عن واحدة من أقوى الأدوات لكتابة مقالات احترافية بالزكاء الاصطناعي بطابع بشري وبمنتهى السهولة هتعملك مقالات كاملة بالصور والعنوين والوصف التفصيلي والكلمات المفتحية مع ضمان تحسين المقالات لتظهر في النتائج الأولى لمحرك البحث جوجل أيضاً إمكانية الربط مع وورد بريس يعني تكتب المقالات وتنشرها على الإنترنت بضغطة زر فلو أنت مهتم بمجال الربح من كتابة المقالات أو تسويق محتوى الرقمي تابع معايا الفيديو لأن هذه الأداة هتوفر عليك وقت ومجهود جبار أداة اليوم اللي هتلاقيني سايب لك الرابط بتاعها في وصف الفيديو تقدر عن طريقها تعمل مقالات وأبحاث احترافية بضغطة زر واحدة وهذه المقالات تتميز أنها تكون بطابع بشري ولا يمكن كشفها عن طريق أدوات كشف الزكاء الاصطناعي الأخرى ومقالات دي هو بيعملها لك بشكل أوتوماتيكي تماما بدون تدخل منك هو مش هيحتاج منك غير بعض معلومات طفيفة ويتطلع لك مقال كامل بالصور بكل التفاصيل اللي أنت عارفها واللي مش عارفها ده غير طبعا أن المقالات دي بتكون متوافقة مع SEO يعني يقدر يعمل لك لها الكلمات المفتحية والوصف المناسب لو أنت هتستخدمها على بلوجر أو ورد بريس أول شيء هتبتدي تعمل حساب مجاني على أداة SEO Writing AI وهو يقدم خطة مجانية وخطة مدفوعة وحاولك الفرق ما بينهم في الصفحة الرئيسية على الموقع هتلاقي تلات مميزات رئيسية هنتكلم على التلاتة بالتفصيل أول واحدة أن أنت ممكن تعمل مقال بلوج بضغطة زر تاني حاجة بالك أرتكال جينريشن اللي بتسمح لك أنك تولد العديد من المقالات لحد مئة مقال برضو بضغطة زر تالت حاجة الهيومانايزر تول اللي هي بتخليك تحول أي مقال أو كتابة مولدة بالذكاء الاصطناعي لطابع بشري لو بفترض أنها ضغطة على بلوج بوست عشان نعمل مقال هنا بقى هتلاقوا صفحة طويلة عريضة بياخد منك معلومات كتير جدا علشان يعرف يولد لك مقال احترافي هنشرحها دلوقتي أول شيء لو أنت عارف كلمات مفتاحية للموضوع ممكن هو على أساسها يولد لك عنوان أو تايتل للمقال أو البلوج بوست بتاعتك فمثلا لو كتبنا كيف يعمل الزكاء الاصطناعي للمبتدئين مثلا دي فكرة الموضوع بتاعي لو ضغطت على جنريت تايتل كتب لي العنوان بالانجليزي فأنا هنا طبعا هختار اللغة أخليها اللغة العربية لأن المقال بتاعي بالعربي وأقوله جنريت تايتل تاني فمثلا أنا استقريت على العنوان ده هبتدي أني ننزل تحت طبعا بختار اللغة وأقدر أني نعمل المقال بتاعي بأي لغة نعايزها في العالم هنا بتختار النوع المقال بتاعك سواء كان how to guide يعني بتعلم الناس يستخدموا حاجة معينة أو نيوز خبر أو مقارنة أو مراجعة منتج طبعا أقرب حاجة للعنوان اللي احنا اخترناه اللي هي التوتوريال اللي هو درس تعليمي فبختارها طبعا ده بيفرق كتير جدا في تكوين المقال بتاعك طبعا ده طول المقال لو عايزه صغير عايزه متوسط أو كبير طبعا عايزكو تصبره معايا هي فيه تفاصيل كتير لكن النتيجة اللي في الآخر مبهرة بعدين بعد كده عندك tone of voice يعني طريقة الكتابة هل هي طريقة friendly ولا professional ولا بتقدم علومة ممكن مثلا نقول بنقدم علومة هنا بقى ده مهمة جدا سواء كنت بتستخدم النسخة المجانية أو المدفوعة لأن ده بيفرق هو بياخد قدية منك credit وهنا بيقولك بيستخدم أي موديل في كتابة هذا المقال فاحنا عندنا ديب سيك وعندنا GPT4O وكلود بأنواعه وإل لاما طبعا كل ما بتعلى في الموديل بتلاقي ان هو بيسحب منك credits أعلى فاحنا مثلا هنختار أبسط حاجة فيهم اللي هو ديب سيك أروان وده مثل ان هو قليل التكلفة وبيطلع نتايج في نفس الوقت كويسة جدا أو ممكن تختار الاختيار اللي فوق اللي هو هيعمل mix ما بين الموديلات دي كلها حسب ما هو شايف هنختار اختيار ديب سيك وبعد كده عندك حاجة اسمها point of view يعني انت بتشرح من وجهة نظر مين مثلا هنختار third person الاختيار ده مش موجود في موديل ديب سيك لكن لو احنا غيرناه كده علشان نشوف هو بيعمل ايه بيسمح لك انك تختار المرحلة العمرية اللي ممكن تفهم الكلام أو المقال اللي انت كتبه طبعا دي ميزة جميلة جدا target country أو البلد اللي انت بتستهدفها من هذا المقال فانا مثلا ممكن اختار مصر والاختيار ده بيسمح لك ان هو يدي للمقال طابع بشري بحيث لو دخلته على اي اداء اخرى لكشف الزكاء الاصطناعي يقولك ان المقال ده كتبه انسان طبيعي لو نزلنا تحت هتشوف بقى مميزات رائعة بيديك الاختيار ان هو يعمل لك صور جوه المقال هيعملها بالذكاء الاصطناعي عايزهم كام صورة نسيبهم تلاتة زي ما هم الstyle بتاع الصور ده ايه cartoon ولا fantasy ولا ايه بالزبط اخترت مثلا cyberpunk المقاس بتاعهم كام ممكن تضيف معلومات معينة انت عايزها تبقى موجودة في الصور يعني مثلا تحط وصف لشخصية هنا ممكن يديك اختيار ان هو يدعم المقال بتاعك ده بفيديوهات من على اليوتيوب لو انت حابب طبعا لو مش حابب ممكن تقوله لأ ثم بعد ذلك يأتي اختيار مهم جدا وهو الSEO وده فيه هو بيولدلك الكلمات المفتاحية بشكل أوتوماتيكي للمقال بحيث يساعدك انك تحصل على مشاهدات اكبر او تظهر بشكل افضل في نتائج البحث فهنا مثلا انا هخليه يولد الكلمات المفتاحية هكتب له مثال لكلمة المفتاحية الزكاء الاصطناعي ثم بلغط هنا علشان اضيف الكلمة المفتاحية ممكن اضغط هنا لو انا عايزه هو اللي يولد بقية الكلمات المفتاحية فزي ما انتوا شايفين ولدلي افضل كلمات مفتاحية تساعدني في الظهور اكثر في نتائج البحث في جوجل او في غيره لكن من الممكن ان هو يولد الكلمات المفتاحية دي بشكل أوتوماتيكي لو انا في الاختيار الاول خالص مختار هنا موديل ديب سيك اروان فبالتالي لو نزلت على اختيار SEO على ايه غير مفاعل لانه هو هيعمل لي الكلام ده اوتوماتيك بعد كده عندي جزئية الستراكشر او تكوين المقال هنا عمل لك ميزة لطيفة اوي بيقول لك ايه لو انت عايز تعمل hook للمشاهد او حاجة تكتبها في اول المقال تبقى جاذبة للمشاهد مثلا ممكن تقوله question او سؤال بعد كده لو انت عايز تحط خاتمة او conclusion للمقال كل طبعا اختيار بيبقى فيه yes و no علشان لو انت مش حابب انك تضيف الجزئية دي عايز تضيف جداول عايز تضيف عنوين عايز تضيف لسة عايز تضيف اسئلة الاختيار اللي بقى له ده بقى مهم جدا لو انت بتستخدم wordpress هيعمل لك ايه بشكل اوتوماتيك هيضيف روابط متعلقة بالموضوع اللي انت اخترته من موقع الwordpress بتاعك لكن علشان تعمل كده لازم من القائمة دي تقول له add website لازم تعمل تثبيت للبلاجين بتاعهم على موقع الwordpress بتاعك لو انت عايز تعرف الطريقة فهي مكتوبة هنا على اللينك دي لو ضغطت عليها طبعا هشرحولك في عجالة من موقع الwordpress بتاعك هتختار بلاجينز ثم هتختار add new plugin ثم هتدور على بلاجين اسمها seo writing هيبقى شكلها بهذا الشكل هتضغط على install now ثم بعد كده activate plugin وبعدين في البلاجين هتضغط على settings وتختار seo writing ثم تختار connect طبعا لو ما عندكش موقع wordpress وعايز تستخدم هذه الأداء في كتابة المقالة عادي ممكن تتجاهل طبعا الخطوة دي تماما نفهاش أي مشكلة تختيار اللي بعد كده ان انت ممكن تسمح له ان هو يجيب معلومات محدثة أكتر من على الانترنت لو اخترت connect web هنقول له طبعا yes لو عايز تضيف مصادر المعلومات اللي جي منها المقال بتاعك ممكن تقول له ايوة وبتختار هيبقى الشكل طالع ازاي بعد كده لو انت عايز تضيف اقتباسات في الكلام يعني مثلا لو فيه معلومة مكتوبة في المقال وانت عايز تقول او هو يحط لك مصدرها اتجاب منين فطبعا عايزين كده ممكن كمان بعد كده لو انت عايز تعمل مقالات ترويجية لهذا المقال بتاعك على تويتر ولينكد ان وفيسبوك وواتساب ممكن يعملك ده اعمل لي مثلا تويتا على تويتر واعمل لي بوستا على فيسبوك هنا لو فيه ملف معين انت عايز ترفقه بالمقال واخر حاجة مهمة جدا هي publishing to website عشان لو انت عندك website wordpress وعايز ترفع عليه المقال ده اوتوماتيك على طول تقدر تعمل كده من الاختيار ده ودي شرحناها بالتفصيل هنا خلصنا كل التعديلات اللي عملناها هنضغط على run فبالتالي زي ما احنا شايفين ابتدأ ان هو يولد المقال بتاعي بالتفصيل لما بيخلص تعالوا بقى وريكوا الابداع هنضغط عليه عملي مقال شامل متكامل فيه كل المعلومات اللي ممكن اذكرها عن الزكاء الاصطناعي الاساسيات وازاي بيشتغل وازاي ممكن اتعلمه اضاف لي كمان فيديو يوتيوب لان انا كنت طالب كده واضاف كمان بعض المعلومات التقنية بصوا حجم المقال قد ايه وكل دي صور اضافها في المقال افترض مثلا ان الصورة دي مش عجباني مفيش مشكلة خالص هلغط هنا علشان يولد لي صورة جديدة زي كده مثلا لو كملنا بقية المقال حطت جداول ولان انا كنت كاتب ان الدولة مستهدافة مصر فذكر معلومات عن الزكاء الاصطناعي في مصر حطت اسئلة في اخر المقال واجاباتها حطت لي كمان روابط المصادر لو انا مش عايزها ممكن اضغط هنا فشلت روابط المصادر لو انا مثلا مش عايز المصادر اللي هو بيكتبها في وسط المقال فممكن اضغط هنا برضو فشلتها عايز مثلا نغير اف ايكيو اللي جوه المقال وخليها مثلا الاسئلة الشائعة ممكن اطلع فوق خالص واضغط على ايدت وقدر ان انا اغير اي حاجة في المقال لو نزلت تحت قدرت ان انا اغيرها بمنتهى السهولة ممكن ارجع من هنا باك طبعا بابلش دي لو انا مستخدم ميزة الرابط مع موقع ورد بريس فلو دوست عليها هينشر المقال ده على البلوج بتاعي على ورد بريس وفاكرين لما احنا طلبنا منه ان هو يعمل لنا تويتر بوست وفيسبوك بوست لو دوست هنا كتب لي البوست اللي ممكن اكتبها على تويتر وكتب لي البوست اللي ممكن اكتبها على الفيسبوك طبعا يا جماعة اداء احترافية ورائعة ولا غنى عنها لاي حد عايز يكتب مقالات بشكل وطابع بشري ومفصلة زي ما انتو شايفين قدامكو كده ميزة اخرى موجودة في موقع SEO Writing AI وهي ان ممكن تعمل اكتر من مقال في نفس الوقت وتنشرهم على موقعك على وورد بريس لو دوسنا على بالك article generation فممكن تكتب هنا الكلمات المفتاحية والعنوان لكل مقال انت عايزه فانا هنا مثلا ضفت مقالة هو وضفت التاني او دي الفكرة العامة فانا ممكن اقول له generate للتالت فقال لي تطوير البرمجيات في التايتل مثلا او في العنوان اقول له generate تاني فلما دست على generate مرة تانية في مين كي وورد عمل لي 13 فكرة مختلفة ممكن اعمل كده في العنوان كمان طب عايز كلمات مفتاحية هادوس هنا طب عايز الصياق بتاع المقال هادوس هنا ابتدى برضو اين هو على كل واحد ابتدى يعمل لي التفاصيل بتاعته سواء كان كلمات مفتاحية او الصياق اللي حيبتدي ان هو يعمل بي المقال طبعا بعد ما خلص توليد كل المقالات ممكن اقول له run عشان يعمل لي بقى المقالات الفعلية ثم بلغط على continue بعد ما بيخلص بقى عندي عشر مقالات جديدة كلهم افضل من بعض لو خدنا منهم مثلا مثال افضل موبايلات الفئة المتوسطة في مصر ده المقال بالكامل مميزات وعيوب وابتدى ان هو يقول لي على كل موبايل منهم سامسونج جالكسي ايه 53 ويقارن ما بينهم في جدول والكاميرات والبطارية وطبعا لو انا حابب اضيف فيه صور زي ما عملنا في اول مقال اللي هو كمفصر بزيادة نقدر نعمل كده حابب ان انا اعمل publish على موقع الورد بريس بتاعي تمام حابب ان انا اخده copy عشان استخدمه في اي حاجة تانية على وورد فايل برضو تقدر تعمل كده مفيش اي مشكلة اخر اداة عندنا اللي هي الهيومانايزر تول لو دوسنا عليها دي بتقدر عن طريقها ان انت تحول اي كلام او اي مقالات انت عاملها بالذكاء الاصطناعي بشات جي بي تي او كلود او غيره وتعطيها طابع بشري فلو انا كنت كاتب مقال زي ده مثلا او ايميل او سؤال او بحث او اي حاجة على شات جي بي تي وعايز ادي كتابة دي طابع بشري اكتر اخدها مسأل عن شات جي بي تي copy ثم paste هنا وطبعا هختار اللغة عربي وهنا بختار الكلام اللي انا كابه ده مفروض لما اتعدل بيبقى موجه لسن كام بعد ما بخلص خالص بضغط على humanize فبالتالي طلع لي نسخة اخرى محدثة ولها طابع بشري اكتر في الكتابة في كام حاجة بسيطة عايز اقولها لك برضو جميلة في هزي الاداة عندنا حاجة اسمها brand voice لو جيت ضغط على new brand voice ده بيسمح لك انك تديله امثلة من كتاباتك السابقة في المقالات او في ابحاث او اي شيء اخر بحيث ان هو لما ييجي يكتب مقالات جديدة يكتبها من نفس الصيغة اللي انت بتكتب بيها ممكن تعمل ده باضافة كلام او عن طريق ان انت تدخل له مقالات انت كتبها قريدي على الانترنت او من عن طريق file حاجة تانية مهمة جدا لو ضغطت على علامة ال profile بتاعك ثم ضغطت على integrations لو انت عندك اشتراق مدفوع في شات جي بي تي او في cloud AI تقدر انك تستخدم ال API key بتاعك في نفس هذه الاداة علشان تستخدم هذه الاداة مجانا تماما نيجي بقى للفرق ما بين النسخة المجانية والنسخة المدفوعة النسخة المدفوعة بتديك حد اقصى خمس مقالات وحوالي 25000 كلمة واستخدامات اخرى هتلاقيها مكتوبة هنا النسخة المدفوعة بتديك عدد اكبر من المقالات وممكن لو استخدمت code الخصم اللي مكتوب امامك على الشاشة هتحصل على خصم 25% على كل الخطط الواضحة امامكم بكده نكون ننتهينا من فيديو النهاردة اتمنى انتم تكونوا استفدتم الفيديو لو عجبك الفيديو انتنساش اللايك والشير لان دعمكم بيساعدني على الاستمرار في تطوير المحتوى للافضل واشوفكم في فيديو جديد بازن الله